اشتركوا في القناة اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد فلا زلنا نقرأ في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ووقفنا عند القاعدة السابعة عشرة وهي من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه وهذه القاعدة معناها أن من جاء بشيء قبل سببه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى له متعمدا ذلك فإنه يعاقب بعدم حصول المسبب المترتب عليه فمن استعجل وأتى بشيء قبل أن يقع سببه متعمدا لذلك فإن الشرع يعاقبه بأن المسبب لا يحصل له ومن أمثلة ذلك أن من استعجل قتل مورثه من أجل أن يرثه فإنه يعاقب بحرمانه من الميراث ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث فإن قوله القاتل وصف وقوله لا يرث حكم وقد رتب هذا الحكم وهو عدم الميراث على هذا الوصف وهو القتل فقوله في القاعدة من تعجل شيئا يعني شيئا يترتب عليه حكم قبل أوانه يعني قبل زمانه المحدد له شرعا وذلك بأن يأتي بسبب لم يجعله الشارع سببا فإنه يعاقب على ذلك بأن يحرم من الأثر المترتب على هذا السبب كما تقدم في المثال أما من تعجل شيئا بعد وجود سببه فإن عمله مشروع ومثال ذلك أن من كان عنده مال قد بلغ نصابا فإنه يجوز له أن يتعجل زكاته وأن يدفعها قبل حولان الحول لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس رضي الله عنه لعامين وهذا التعجل يترتب عليه حكمه وذلك لأنه وجد بعد حصول السبب فإن المال إذا بلغ نصابا فقد انعقد فيه سبب وجوب الزكاة وهو البلوغ وهو حصول النصاب فيجوز تزكيته قبل أن يحل شرطه وهو حولان الحول وبناء على هذا نعلم أن التعجل للحكم الشرعي لا يخلو من حالين الحال الأولى أن يكون قبل وجود السبب الشرعي والحال الثانية أن يكون بعد وجود السبب الشرعي فإن كان قبل وجود السبب وتعجل الإنسان الفعل قبل أن يحصل السبب فإنه لا يترتب على ذلك المسبب بل يعاقب المتعجل بحرمان المسبب كما تقدم معنا في المثال السابق وهو من تعجل المراث فقتل مورثه حتى يريثه فإن الشارع يعاقبه بأنه يحرم من المراث ويكون وجوده كعدمه ولا يحسب مع الورثة هذه هي الحال الأولى وهي إذا كان التعجل قبل وجود السبب الحال الثانية أن يكون التعجل بعد وجود السبب وهذا يترتب عليه حصول المسبب كما في المثال الذي تقدم معنا ذكره وهو أن من كان عنده مال زكوي من بهيمة الأنعام أو الحبوب والثمار أو النقدين أو عروض التجارة وبلغ نصابا فإنه يجوز له أن يتعجل بدفع زكاته قبل حولان الحول وجاز ذلك لأن هذا التعجل حصل بعد وجود السبب وهو بلوغ المال نصابا حتى لو لم يأتي الشرط وهو حولان الحول وهذه القاعدة دلت عليها عمومات الأدلة من الكتاب والسنة ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فالله سبحانه وتعالى ذم الكفار على أنهم تعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا وكذلك قوله سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار اتخذوا آلهة من دون الله لمقصود لهم وهو أن تعزهم هذه الآلهة لكن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بنقيض مقصودهم وجعل هذه الآية سببا لذلهم وهوانهم ومن يهن الله سبحانه وتعالى فما له من مكرم فلما شرعوا في سبب غير مشروع عاقبهم الله سبحانه وتعالى بضده فكذلك من تعجل شيئا لا على وجه غير مشروع بأن فعله قبل حصول السبب فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بضد مقصوده ويحرمه منه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر ولم يتب فإنه لا يشربها يوم القيامة فلما تعجل شارب الخمر شرب الخمر في الحياة الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك بأن يحرمه من شربها في الحياة الآخرة وخمر الآخرة تختلف عن خمر الحياة الدنيا فإن خمر الحياة الدنيا منتنة وتفسد العقول ويترتب عليها فساد عظيم بخلاف خمر الآخرة فإنها طيبة لا يترتب عليها فساد بل هي من النعيم الذي ينعم الله سبحانه وتعالى به عباده في الحياة الآخرة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لبس الحريرة في الدنيا لم يلبسها في الآخرة وهذا خاص بالرجال فإن الرجال يحرم عليهم لبس الحرير في الحياة الدنيا بخلاف النساء فمن لبس من الرجال الحرير في الحياة الدنيا من غير حاجة كحكة ومرض ونحو ذلك من الحوائج المعتبرة شرعا فإنه يعاقب على ذلك بأنه لا يلبسها في الحياة الآخرة وذلك لأنه تعجل أمرا على وجه غير مشروع ومن تعجل شيئا على وجه غير مشروع فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بضد مقصوده فهذه الأدلة ونحوها تدلنا على أصل وهو أن من استعجل شيئا قبل سببه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يعاقبه بضد مقصوده وهذه القاعدة يترتب عليها الفروع منها الفرع الذي تقدم معنا وهو أن من قتل مورثه ليريثه فإنه يحرم من الميراث ومنها أن من طلق امرأته وهو في مرض الموت بقصد أن يحرمها من الميراث فإنها ترث وذلك معاملة له بنقيض قصده لهذا إذا كان في مرض الموت وأما إذا طلقها في مرض لا يعتبر مرض موت فثم مات فإنها لا ترثه سواء انقصد حرمانها من الميراث أم لم يقصد حرمانها منه وهذه القاعدة ذكر بعض العلماء أن الفروع التي تترتب عليها فروع قليلة لأنها مستثنات من قاعدة كلية كبيرة في الشريعة الإسلامية وهي قاعدة الأمور بمقاصدها وهذه القاعدة وهي قاعدة الأمور بمقاصدها كما تقدم معنا من أعظم القواعد الكلية لأنها يترتب عليها ما لا ينحصر من الجزئيات والمسائل الفقهية فإن التصرفات معتبرة بالمقاصد لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى فالمقاصد مؤثرة في تصرفات المكلفين وهذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعتبر استثناء من قاعدة الأمور بمقاصدها ووجه لاستثنائها أنه لم يعمل بنية المكلف وإنما رتب الحكم على ضد النية فنية المكلف هنا ألغيت ولم تعتبر وذلك لأنها نية مخارفة خالفة لمقصود الشارع والقاعدة العظيمة أن مقصود المكلف يجب أن يتفق مع مقصود الشارع فإن خالف مقصود الشارع فإنه يكون باطلا إذا خالف مقصود المكلف مقصود الشارع فإن مقصود المكلف حينئذ يلغى فهذه القاعدة مستثنات من قاعدة الأمور بمقاصدها كما أن هذه القاعدة لها علاقة بقاعدة أخرى في الشريعة الإسلامية وهي قاعدة لسد الذرائع فإن الشريعة منعت الأسباب التي تؤدي إلى المفاسد فكل سبب يؤدي إلى مفسده فإن الشريعة تمنعه وتحسمه لأنه لا يعقل أن الشريعة تمنع الشيء ثم تبيح الوسيلة التي تؤدي إليه وهذا أصل كبير ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يرجع له ربع الفقه الإسلامي وهو سد الذرائع فيرجع ربع الفقه الإسلامي إلى هذه القاعدة وهي قاعدة سد الذرائع وعلاقة القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله بقاعدة سد الذرائع الظاهرة وذلك لأن الأمثلة السابقة فيها ذرائع للفساد فمن استعجل المراث وقتل مورثه فإنه يحصل بذلك فساد وهو قتل المورث فيكون عمل المستعجل فاسدا ولا يترتب عليه مقصوده حسما لذريعة الفساد ومنعا من وقوعها وكذلك من طلق امرأته بهدف حرمانها من المراث فإنه يقصد أمرا فاسدا وهو الإسقاط حق الزوجة من المراث فمنعه الشارع من هذه الوسيلة وهي الطلاق حسما لمادة الفساد وقطعا لها والعجلة مذمومة إذا كانت مخالفة لمراد الله سبحانه وتعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم وقد ذمها الله عز وجل فقال خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون وقال سبحانه وتعالى وكان الإنسان عجولا وهي إنما تذم إذا كانت مخالفة لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم أما إذا كانت موافقة لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تذم ولهذا قال موسى عليه السلام وعجلت إليك رب لترضى والذي ورد في القرآن تسمية العجلة التي توافق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم مسارعة ومسابقة كما في قوله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقوله وسابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض وهذا حتى تتميز العجلة الممدوحة عن العجلة المذمومة والله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن العجلة بقراءة القرآن قبل أن ينتهي الوحي فقال سبحانه وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عندما ينزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن يتعجل حفظ القرآن حتى لا يتفلت منه فطمأنه الله سبحانه وتعالى بأنه سوف يثبت القرآن في قلبه وقال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ناتجة عن طبيعته البشرية كما قال الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا وهذه الآية الكريمة تفيدنا أن طالب العلم لا ينبغي له أن يستعجل في طلب العلم وذلك حتى يحصل له مقصوده ولهذا قال الله عز وجل في آخر الآية السابقة وقل ربي زدني علما فقرن بين أنهي عن العجلة والأمر بسؤاله سبحانه وتعالى أن يزيده علما وهذا فيه إشارة إلى أن هناك علاقة بين عدم العجلة وتحصيل العلم وقوله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون فيه سر عجيب وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية التي قبلها وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون ثم قال خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون فأخبر الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين الكريمتين أن الكفار كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون منه ويقولون أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليظلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وهذا القول قد يستدعي من بعض الناس أن يستعجلوا في الرد على هؤلاء الكفار إما بتصرف منهم وإما باستعجال حصول العذاب من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الكفار فيقول الله عز وجل خلق الإنسان من عجل ثم بيّن أنه سوف يعاقب هؤلاء الكفار عقابا شديدا فقال سأريكم آياتي أي عقاب لهؤلاء المستهزئين فلا تستعجلون فنهى عن العجلة وهذا سر عجيب في المناسبة بين هاتين الآيتين الكريمتين والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العجلة من أسباب عدم حصول الخير للإنسان فقال كما جاء في صحيح البخار يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فدل هذا على أن العبد إذا دعى الله سبحانه وتعالى دعاء صادقا فإن الله يستجيب له دعاءه ما لم يحصل منه مانع من موانع إجابة الدعاء ومن هذه الموانع العجلة وذلك بأن يستعجل الإنسان ويستبطئ لوقوع ما سأل الله سبحانه وتعالى لإياه ولما انتهى الشيخ رحمه الله من الكلام على هذه القاعدة انتقل للكلام على قاعدة أخرى وهي القاعدة الثامنة عشرة فقال القاعدة الثامنة عشرة تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها وهذه القاعدة من قواعد الضمان والمقصود بالضمان والمقصود بالضمان إعطاء الإنسان مثل الشيء الذي أتلف إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا فيدفع للإنسان أو يدفع الإنسان مثل ما أتلفه إن كان ما أتلفه مثليا أو قيمته إن كان قيميا والمثليات والقيميات ما المراد بها فسرها كثير من أهل العلم بأن المثليات هي المكيلات والموزونات وبعضهم يزيد المذروعات فكل ما كان مكيلا أو كان موزونا أو كان مذروعا فإنه يوصف بأنه مثلي وذلك لأن له حدا محدودا وما عدا هذه فإنه يسمى قيميا ومن أمثلة ذلك البر والتمر والرز والأقط والذهب والفضة فإن هذه مثليات لأن البر والتمر والأقط مكيلات والذهب والفضة موزونات وكذلك المذروعات فما كان مقداره من الثياب لمترا أو مترين أو ذراعا أو باعا فإنه يعتبر مثليا لأن له حدا لمحدودا وما عدا ذلك فإنه يكون قيميا كالفواكه مثلا والكتب ونحو ذلك مما ليس مكيلا ولا موزونا ولا مذروعا وبعض أهل العلم يفسر المثل بأنه ما كان له مثل في السوق والقيم ما ليس له مثل في السوق وقد ذهب لهذا كثير من العلماء المعاصرين فمثلا الكأس يعتبر مثليا لأن له مثلا في السوق والسيارة تعتبر مثلية لأن لها مثلا في السوق والكرسي يعتبر مثليا لأن له مثلا في السوق وهذا الجهاز يعتبر مثليا لأن له مثلا في السوق هذا على التفسير الثاني لتعريف المثلي أما على التفسير الأول فهذه الأمثلة التي ذكرناها لا تعتبر مثليات لأنها ليست مكيلة ولا موزونة ولا مذروعة وإذا عرفنا معنى المثل ومعنى القيم فالقاعدة أن من أتلف مثليا فإنه يجب عليه أن يضمن مثله لأن هذا هو الأقرب إلى العدل ومن أتلف قيميا فإنه يجب عليه أن يضمن قيمته فمن أتلف كأسا على التفسير الثاني للمثل وهو أن المثل ما له مثل في السوق فإنه يجب عليه أن يدفع لصاحب الكأس كأسا مثله ومن أتلف سيارة فإنه يجب على المثلف أن يدفع لصاحب السيارة سيارة مثلها إلا إذا رضي صاحب السيارة بقيمتها لأن الحق له ومن أتلف قيميا فإنه يجب عليه أن يدفع قيمته وهذه القاعدة من فروع قاعدة العدل التي تقدم الكلام عليها في درسنا السابق فمن العدل أن من أتلف مثليا يضمن مثله ومن أتلف قيميا فإنه تجب عليه قيمته وهذه هي فائدة تقسيم الأشياء إلى مثليات وقيميات ففائدة تقسيم الأشياء إلى مثليات وقيميات تظهر في أن من أتلف مثليا يجب عليه أن يضمن مثله ومن أتلف قيميا فإنه يجب عليه أن يضمن قيمته وهذا من تمام العدل لأن الإنسان إذا أتلف مثليا وجب عليه أن يأتي بمثله لأن مثل الشيء أقرب إلى المتلف في صورته وفي معناه فهو أقرب له من قيمته فمن أتلف كأسا مثلا فالأقرب له أن يدفع كأسا مثله فإن هذا أقرب من أن يدفع قيمته إلا إذا رضي صاحب الكأس بأن يأخذ القيمة لأن هذا حقه وإذا تعذر المثل بأن كان الشيء ليس له مثل أصلا أو كان له مثل لكن لم يمكن الحصول عليه فإنه حينئذ فإنه يضمن بقيمته فإنه يجب دفع القيمة وذلك لأن القيمة لا أقرب للشيء مما ليس مثلا له القيمة أقرب للشيء مما ليس مثلا له ففي مثال الكأس من أتلف كأسا وفرضنا أنه لم يجد كأسا مثل الكأس المتلفة فقال سأدفع كتابا له بدلا من هذه الكأس فإنه يقال لا بل تدفع قيمة هذه الكأس لأنها أقرب للمثل من غير المثل وهو الكتاب وهذا من تمام العدل وقد تقدم معنا أن العدل قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا فمن أمثلة العدل الحقيقي أن يدفع مثل الشيء إذا كان مثليا ومن أمثلة العدل الحكمي أن تدفع قيمة الشيء وهذه القاعدة لها أصل في السنة وذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند إحدى زوجاته وهي عائشة رضي الله عنها كما جاء في بعض روايات الحديث فبعثت إليه إحدى زوجاته بقصعة فيها طعام يعني بإناء فيه طعام فقامت عائشة رضي الله عنها وضربت القصعة بيدها فانكسرت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام في القصعة وقال لكلوا وحبس الرسول الذي جاء بالقصعة وحبس الطعام ثم لأخذ قصعة من عند عائشة رضي الله عنها ووضع فيها طعاما وأرسلها لزوجته الأخرى وقال إناء بإناء وطعام بطعام فأخذ العلماء من هذا أن المثلية يضمن بمثله ومن هذا أيضا لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرر بعيرا فرد مثله فيأخذ من هذا أن المثل يضمن بمثله وهذان الحديثان مما يقويان القول الثاني في تفسير المثلي وهو أنه ما له مثل في السوق لأن القصعة في الحديث السابق في حديث أنس رضي الله عنه ليست مكيلة ولا موزونة ولا مذروعة وكذلك الجمل ليس مكيلا ولا موزونا ولا مذروعا فهذا يدل على أن المثلية يضمن بمثله ويدل على أن القيمية يضمن بقيمته لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد وكان له ثمن يبلغ قيمة العبد فقد قوم عليه قيمة عدل وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق فهذا الحديث لأخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان مشتركا مع غيره في عبد بأن كان يملك نصف العبد أو يملك ثلثه أو نحو ذلك فأعتق نصيبه من العبد فلا يخلو من حالين الحال الأولى أن يكون قادرا على دفع قيمة العبد لكلها أن يكون قادرا على دفع قيمة ما تبقى من العبد كما لو كان يملك نصف العبد فيستطيع أن يدفع قيمة النصف الثاني لشريكه فإن هذا النصف يقوم ويدفع للشريك فإذا قيل نصف العبد يساوي عشرة آلاف مثلا فإن هذا المعتق يدفع عشرة آلاف لشريكه هذه الحال الأولى الحال الثانية أن لا يكون قادرا على دفع قيمة ما تبقى من العبد فحينئذ يعتق الجزء الذي أعتقه هو ويبقى الجزء الذي لم يعتقه رقيقا ويكون العبد مبعضا بعضه حر وبعضه رقيق فهذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأن يقوم بعض العبد وهو الجزء من العبد الذي يملكه الشريك الثاني فأخذ العلماء من هذا أن ما ليس مثليا إذا أتلف فإنه يضمن بقيمته فهذه الأدلة تدلنا على هذا الأصل وهو التفريق بين المثل والقيم بأن المثلية إذا أتلف فإنه يضمن بمثله والقيمية إذا أتلف فإنه يضمن بقيمته ولما انتهى الشيخ رحمه الله من هذه القاعدة انتقل للكلام على قاعدة أخرى وهي القاعدة التاسعة عشرة فقال إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة وهذه القاعدة لها شبه بالقاعدة السابقة ووجه الشبه هو أن من باع شيئا مثلا بثمن محدد ولم يوجد هذا الثمن المحدد فإن المشتري يدفع قيمته فيدفع بدل المسمى وكذلك القاعدة السابقة من أتلف مثليا يدفع بدله وهو المثل ومن أتلف قيميا يدفع بدله وهو القيمة فهما متشابهتان في أن الأصل إذا فقد يدفع بدله مكانه لكنهما يفترقان من جهة وهي أن القاعدة الأولى تتعلق بالإتلافات فمن أتلف شيئا وجب عليه ضمانه والضمان يكون بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيميا فالقاعدة الأولى القاعدة السابقة تتعلق بالإتلافات أما هذه القاعدة فتتعلق بالمعاوضات تتعلق بالمعاوضات ولهذا قال إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة ومعنى هذه القاعدة أن الثمن المسمى في العقد أن الثمن المحدد في العقد إذا تعذر بأن لم يعرف هذا الثمن وذلك بأن ينسى المتعاقدان الثمن الذي تعاقد عليه بسبب طول الزمان أو نحو ذلك من الأسباب أو أنه كان معروفا لكن عجز المشتري عن تسليم المسمى ولم يتمكن من ذلك كما لو اتفق على أن يكون المسمى هذا الجمل ثم شرد الجمل أو على أن يكون المسمى هذه القطعة من الذهب فجاء طير فخطفها وطار بها فتعدر تسليم المسمى حينئذ أو تلف المسمى فإنه حينئذ يرجع لقيمة المسمى فقوله رجع إلى القيمة يعني إلى قيمة المسمى والمرجع في قيمة المسمى هو قيمته في مكانه وزمانه وزمان العقد فلو كان المسمى في البلد الذي تعاقد فيه قيمته خمسة آلاف لكنه في بلد آخر قيمته ستة آلاف فإنهما يرجعان إلى القيمة في البلد الذي تعاقد فيه وكذلك لو أنهما تعاقد في عام لألف وأربعمائة وثلاثين ثم نسي القيمة في عام ألف وأربعمائة واثنين وتعاقد في عام ألف وأربعمائة وثلاثين وكان العقد لخمسة آلاف مثلا كان المسمى لخمسة آلاف كأن يكون المسمى مثلا جملا جملا قيمته خمسة آلاف ثم بعد ثنتي عشرة سنة في عام ألف وأربعمائة واثنين وأربعين صارت لقيمة مثل هذا الجمل عشرة آلاف فالمرجع في قيمة المسمى هو زمان العقد وهو في المثال الذي ذكرناه ألف وأربعمائة وثلاثون فإن قيل ما هو السبب في أنه يرجع إلى القيمة ولا يرجع إلى المثل مثلا فالجواب على ذلك أن الغالب هو أن الناس يبيعون السلع بأقيامها ولأن هذا هو الأقرب لأن القيمة هي الأقرب لحصول مقصود كل من المتعاقدين وما دام أنه هو الذي يحقق مقصود المتعاقدين وأنه هو الأقرب في تحقيق ذلك فإنه يكون هو الواجب لأن المقاصد المقاصد معتبرة في التصرفات ومن أمثلة هذه القاعدة وفروعها التي تنبني عليها لو أن زيدا وعمرا مثلا تعاقد على بيع سيارة بخمسين ألفا فإشترى عمر السيارة من زيد بناء على هذا العقد على أن يدفع القيمة له بعد خمس سنين ثم بعد السنين الخمس لم يتمكن زيد من دفع المسمى المحدد في العقد فإنه يجب عليه أن يدفع قيمته وإذا كان هو قيمة في ذاته فإنها تبقى في ذمته فإن كان معسرا فإنه ينظر وإن كان غير معسر فإنه يلزم بالدفع أو يحبس ومثل ذلك لو اتفق على أن يكون المسمى لأرضا ثم لم يتمكن عمر من تسليم الأرض لزيد لسبب من الأسباب إما لكونها حصل عليها تعدي وغصبت منه أو لأي سبب من الأسباب فإنه حينئذ تقدر قيمة هذه الأرض في هذه البلد وفي زمان العقد وتدفع لزيد وهكذا في سائر الأمثلة فإذا تعذر المسمى في العقد فإنه حينئذ يرجع إلى القيمة لأن القيمة هي الأقرب لتحقيق مقصود المتعاقدين ولما فرغ الشيخ رحمه الله من هذه القاعدة انتقل للقاعدة العشرين فقال القاعدة العشرون إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم وهذه القاعدة سوف نتكلم عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين